السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة من مطبخ مروة نرده نعمل مع بعض محشي مشكل بس ايه بجد طحفة طريقته سهل وفزيطة جدا هتعجبكم خالص وفكرة حلوة للفطار سهل وسريع ومش بيخد مننا وقت يعني هو يضبك تأوير المحشي وهنعمل احلى حلة محشي تكليع بحياتي تعالوا بقى ندخل الفيديو ونشوف المحشي الامر ده عمالنات زي وطريقته ايه يلا بينا ندخل بس قبل ما نقلش الفيديو بقى ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب كمان بقى نعمل محشي بصو روعة طبعا ده فلفل عملنا بتنجانه فلفل اقوذة وعملنا محشي ورق ليفت بصو بقى اللي مجربوش قبل كده فايتو كتير بجد والله العظيم انا يعني ما كنتش متخيلة ان طعمه هيبقى باللزيزة والحلاوة دي رقية بنتي من ساعة ما جربته من ساعة ما كلته وهي مش عايزة تاكل قسان اي نوع محشي تاني غيره بصو جميل وحلاوته بصو شكله شكله طحفة وطعم وقطير الولاد كانوا مش يعني واقفين جنبي والله العظيم يعني لأ هاتي هاتي ندوق بصو الجميل بصو حلاوته بدمحشي كله جميل جدا طبعا عبد الرحمن ابني هو اللي بيدوق لانه هو الفوتر البتنجين والكوسة زبدة بصو وفي نفس الوقت الرز مفلفل وجميل طريقة التسوية بتاعة المحشي انا عرفها مع بعض بالتفصيل لان الناس كتير جدا قالتلي المحشي بتاعي بيطلع معجن ياما بتطلع حباية مستوية وحبانية تعالوا بقى نشوف ازاي نسوي المحشي بطريقة سهلة وبسيطة ويطلع كله كده الرز مفلفل وفي نفس الوقت مستوي والخدار يعني الكوسة أو البتنجين زبدة بصو الفراغ بقى مستوية يولون هتوحفز زيه يلا بينا بقى نشوف الطريق ده ورق اللفت طبعا الورقة بصوا بالنقيل اول زي ما انتو شايفين كده بجيبه من عند الرجل طبعا انتي جايبة جايبة اللفت هتخلي لي بيع فابتغدي الورق بتاعه اه اه او انتي مسلا روحتي السوق تشتري خضور وكده اه الرجل اساسا اللي بيبيع اللفت بيبقى مش عايز الورق اساسا ممكن تقوليله اه تشتري منه بقى او تقوليله عايز الورق وتغدي فبصوا بقى بمسكه كده زي ما انتو شايفين الاول بخسله وبعد كده ببتدي يعني ارطفه كده باخد الورق بس بس سيب العروق دي باخد الورق بتاعه بس زي ما انتو شايفين كده بصوا بقى هفضل ارطفه كله كده اخد الورق بتاعته بس بجد اللي مجربش محشي اللفت ده ورق اللفت والله والله اه فايته كتير انا اختي يعني انا اسمع من زمان انه بيتعمل محشي ورق اللفت وكده بس ايه يعني يعني من قلة المحيشي هعمل ورق اللفت ما فيه كرمب وبتمجين وكوسة وورق عينب وكده يعني فاختي جربته بقى وقعدت تقولي ده تحفظ فقلت اجرب انا كمين ودي كانت اول مرة جربه بس بجد تطلع وهم والله والله رقية بنتي يعني بتموت في محشي الكرمب بيتقولي لا انا مش عايزة لورق اللفت ده اعملته زي ما انتم شفته كده ارتفته كله ورصته على بعضه بقى وهنسلقه مع بعض هنا بقى عنجي البتنجين والكوسة انا بحب البتنجين المخدد ده بمزبت كده وجميل مساكت البتنجين قطعته كده زي ما انتم شفته وديتها برمة كده بس يعني ايه بطريها شوية على الرخمة علشان تبقى سهلة معي في التأويل واقوره بقى عادي خالص اناقور البتنجين منخلي يعني ما فيهوش بذر خالص من جوه لان البذر بتاعه ده هو اللي هيمرره يعني لو انتم سبتوه مش متقور رفيع اللي بتنجيني تبقى خفيفة كده وحلوة مش تخلي هالي من جوه يعني يا دوبك تعملالها تجويف وخلاص ستتبقى ممررة وما تيجي تستيبقى تلاقيها مجلدة اه بصوا كده بصبع عشق المحشي يعني هما اللي بيعندوهم طوقة ويعني بيشتغلوا او بيعملوا المحشي ما بيزاقوش يعني المحشي اللي نقعد نعمل فيه باستعاد وربع ساعة بتكون الحلة متكلة فلازم الواحد يكون هو اساسا حابب وإلا بش هيعملوا الكوسة برضو قطعتها من فوق كده وقطعت حتة من تحت وهبتجي برضو قورها بس الكوسة بقى بنسيب جواها لحم يعني ما بنخلاش خفيفة زي البتنجين عشان ايه بتعمها حلو ومسكر كده اهي بصوا هااور بقى الكوسة كده عندي بتنجين وفلفل وكوسة وورق الليفت اه بصوا بقى اوور الكوسة كمان زي ما قلت لكم بنخليها ايه مش رؤياء بنخليها فيها لحمة اولا عشان ما ما تتفرقاش او ما تتقسمش كده من هنا في الحلة بصوا وبعمل لها خطوط كده بالسكينة آآ يعني بشرحها كده ولا اسمها ايه علشان آآ الفلفل بقى الاول بصوا باتكه كده بسبوعي وبطلعها بطلع البشد اللي روز دي هت لو هي صغيرة بقى مش رادي هتطلع زي دي كده دخلت جواه مش رادي هتطلع افضل وراه غدا ما طلعها ما تقلقوش يعني آآ الكوسة التشرحات اللي احنا بنعملها فيها هدية الشرشرة اللي بنعملها في اللحمة بتاع الكوسة من مرة بيخلي لو فيه اي رملة لان الكوس طبعا بتبقى فيها رملة لو فيها اي رملة بتنزل وغير كده بتشرب الشربة يعني والسويل كده بملاحة وطماء حلو جدا آآ هنا بقى حطيت كده حبت زيت وحتت سمنة حلوة كده واحط ايه الطموطن بخلطها زي ما هي باشرعها وبحطها اهي زي ما هي انتو شايفين كده واحط عليها على طول البصل بفرن بصل كمية حلوة اتفقنا زي ما اتفقنا كل مرة كده في اي نوع محشي ايه اللي بيخلي طعم وحلو جميل وناجح معانا البصل يبقى كتير والخضرة يبقى كتير زي ما انتو شايفين كده حطيت بقى بصل اول حطينا السمنة وزيت وحطينا عليهم التموطن وحطينا عليهم بصل بقى تفرمية خرطي زي ما انتو حبها وحطيت معلقة سكر حلوة كده وهسيبهم بقى يتسبكوا على راحتهم هنا عندي حلة غلت فيها مية المية غلت زي ما انتو شايفين محطت لاشغر حبة ملح وهبتجي انسل الورق اللفتة زي ما انتو شايفين كده يدوبك نزلته زي ما انا رصوه كده علشان لو انت فككتي من بعضه هيتعبك جدا وانت يعني وانت بتطلعي واحدة واحدة عشان تحشيها ياخد منك وقت كبير وقلبته على الوش التاني خلاص كده وطلعته شكرا كده المحشي اتسلق اهو كده الورق اللفت اتسلق تنزليه تقلبه على الوش التاني بساعتها ما بتكملش سويني وانروحهم طلعينه على طول بقى وفي حالة يعني في حاجة يعني بلاستيكة والتروحي جاية ايه تعود تشتفي فيه وهو زي ما هو مترتب كده البتنجين والفلفل الكوسة بعد ما اقورتهم وغسلتهم حلو جدا واسبتهم بقى التسبكة بتاعتي تسبكت غسلت الرز وحطت عليه شابة كصبرة وبقى دونس وحط عليه توابل ايه ملح وفلفل اصمر وشطة وكمون فقط لا غير محشي الكروم محشي البتنجين والفلفل والكوسة ووراق العنم بحب احط مع الخلطة بعد ما قلبت الرز وكده بحب احط فلفل وطوم مفرومين مع بعض بيديهم طعم خطير بص بقى هنا بنحشي ازاي بنحشي البتنجين زي ما انتو شايفين كده بسيب عقلتين صبوع بص صبوع يبرركم ان انا سايب عقلتين صبوع على ولشان والفلفل برضو بسيب حبة ايه فضجين كده ولشان يبقى في مساحة ان الرز يستوي والرز ده زي ما بنعمل الرز مفلفل عادي مش بتلقوا حبة رز زغيرين فجأة تلقيهم مالو الحلة طيب احنا لو حاشينا البتنجين وكبسنيه هتلاقوا الرز مفيش مساحة انه هو يعني يكتر فيها او يلفل كده فيها فهيكتم ياما هيطلع ما هيطلع يعني حباية مستوية وحباية نية ياما كله مش هيبقى مش حلوة ابدا بصوا الكوسة برضو الكوسة بسيب عقلت صبوع واحدة بس لان الكوسة فيها لحم واللحم بتاع الكوسة بيبقى في مية فبي يعني بيسور رز صغير البتنجين بصوا بقى ورق السل في نحية خشنة ونحية نعمة زي ورق العنب بنحشي على الناحية الخشنة اهو حط حبة رز ولف زي ورق العنب بالضبط ورص في الحل عايز تفرش في ارضية الحل بقى فلفل طماطم بصل بطاطس زي ما انت عايزة انا ما بفرش في ارضية الحل حاجة بس طبعا لو انت عايزة تفرش افرشي هادي خلص اهو بصوا ورق اللفت بقى عشان مرصوصه مش مش متبهدل والنحية الخشنة اهيه وبحط بقى بحشي عليها اهي بحط حبة الرز واقفل من الجنبين والفرول اهو بصوا تحفة 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 بجد طعم رهيب ومبياخدش سلق الدباج بننزله في المية ونطلعه ونشطفه وخلص يبا زي ما قلت لكم البتنجين لازم نسيب عقلتين صبوع كده في الصبوع بتاع البتنجين ما نكبسوش كله على الاخر عشان يبا الرز بتاعنا هم فلفل ومستوي حلو جدا دي اول حاجة اه من يعني من اسباب نجاح محش البتنجين والكوس نسيب عقلة بس كده لان الكوسة غير البتنجين وبرضو في نفس الوقت ما بنكبسوش قوي والفلفل نسيب له برضو مساحة علشان الرز بفيه مساحة ان هو يستوي فيها اهو زي ما انتو شايفين وفي الخلطة بتاعت الرز حطيت طوم وفلفل اهه طوم وفلفل اخدر مفرومين مع التدبيل مع الرز يعني بصوا كنت حشيت المحش كله هنا بقى الفراغ بتاعتي اتبلها كده دي بصل وطوم وفلفل اصمر وملح بتبل بقى الفراغ كده عشان تبقى ليها طعم في الشربة زي ما انتو شايفين كده تبلها بقى كده من كل النواحي وهسيبها ايه اه يعني حبة كده في التدبيل نص سيعة سيعة على يعني اما تيجي تسويها اهو التدبيلة دي جميلة جدا وبتخلي الشربة ليها طعم حلو قوي قوي اهو زي ما انتو شايفين حتى الكبدة القنصة الرقبة كلهم كده بتبلهم مع بعض خلص بقى هسيبهم هنا بقى حلة سخنة على النار وحطت فيها حتة سمنة بلا دي كده حلوة وهنزل بالفراغ بتاعتي وديها صدمة كده بجد الطريقة دي جميلة وبتخلي لحم الفراغ طاري وجميل جدا وفي نفس الوقت ما بتتريش يعني مع ما تستوع ما تتريش منك ابدا وغير كده بتطلع لونها لما تيجي تحمريها لونها دهبي ومحتفظة بجلدتها كده ومحتفظة بالجلدة بتاعة الفراغ ما بتتريش منك ابدا اول ما بتقط صدمة من الناحية دي ومن الناحية دي بقلبها على الوش التاني وابكون بقى غالية مية لازم مية مغلية ما ينفعش مية بردة واروح جاية مزودها على طول او زي ما انتو شايفين كده احط لها بقى مية كده اتغطي الحلة واحط لها ورق لوري وحبهان وبس كده لان احنا حبطين بصل وطماطم وفلفل اصمر وملح في ايه في التدبيلة اللي هتدبيلنا بها الفراغ واغطيها واسيبها بصه ده ورق السلق بعد اما رصيته كله احط بقى رص البتنجان والفلفل والكسف حلة او بصه برصه ويقف كده من بشوف ناس كتير من ايه ما المحشي ومغطيه بالمية ما ليه حق يا جماعة يعجن هيستوي يعني بقى ايه ما لازم يبقى معجن ده المحشي مفتوح يعني المحشي هيشرب المية اكيد يعني يشرب الشربة برص البتنجان والفلفل كده بختار يعني الصوابع التويلة الاول وبتج بقى من الطويلة بتجي بالاقصر بالاقصر لغاية لما اوصل لاخر الحلة الفلفل كان المرة دي صراحة يعني ما انضلابي من سلطان يعني كان صعب كان ابني جايبولي كبير جدا وطويل بس كنت لازم احشي بقى لان احنا عندنا كل واحد بيحب نوع محشي يعني كلنا متفقين على محشي الفلفل يعني اكتر حاجة فلازم اعمله وبعدين بيجي ريحة كده مع التسويت الاكل حشيته زي ما انتم شايفين كده المحشي بقى اللي فضل رسيته على الوش هنا لقيت الفلفل فضل كتير فحطيته على وش الورق السلق آآ ورق الليفت عليش هنا شربة بقى بتغلي كده وكون مزبطين الملح بتاعها كويس جدا وسقيت بيها المحشي بتاعي وهزيت الحلة كده هزتين وهنا برضو آآ البتنجين للشربة بتاعت الورق الليفت يدوبك تبقى مغطية ورق الليفت انا طبعا لو ما كنتش هحط على وشها فلفل زي ما انتم شايفين كده كنت هحط طبقة عليها كأنها ورق عينب بزبط كنت عاملها معاملة ورق العينب هنا البتنجين حطيت تلتين الحلة يعني الشربة تقبى جاية للسبوع تلتين وما تقباش جاية حتى نص وعشان لما تبتجي تغلي الشربة ما تجيش في قلب المحشي نفسه بصوا هنا بقى بعد ما غلت كده بضيرها من وقت تلتيني عشان النور تبقى متوزعة يعني بصوا بلف الحلة كده من وقت تلتيني علشان لو النور مش لو هنا ناحية عالية وهنا ناحية واطية كلها ايه بتتسيوى وبعد ما لفتها كده وقدت لها النار بعد ما غلت كم غلوة هي ورق اللفت هدت لهم النار وسبتهم يستوي على نار هاتي هنا اعمل حبة باميا ويكا بقال لي كده طومة حطت حتة سمنة وحط ايه ايه الطومة هخليه يعني ايه يبلونه دهبي كده وهنزل عليه على طول بشربة وهسيبها تغلي واول لما تغلي جايبها كيس باميا مفرز يعني مجمد كده وهنزله اول لما يفك ويغلي معي غلوتين كده وحس ان الباميا يطرت خلص كده هضربها في الخلط وانقدم بقى الاكل عملت جنبه صلطة وشربة ودي الفرق بتاعتي حمرتها وده كان محشي ورق السلق والمحشي المشكل بطريقة سهلة وبسيطة ما بياخدش وقت وبصي وحاجة كده تدفي في الجو اللي قلب تاني قلبها يعني صعبة بصوا الرز مفلفل ازاي وجميل وبيتقطن بمنتاز ولا يعني المحشي مش بيشد ولا اي حاجة زبدة كده بصوا الصابع متمسكة وما بياخدش سوى على فكرة ما بياخدش سوى زي ورق العنب ولا القرنب ولا الحاجات دي خالص لا بيستوي يعني بسرعة جدا بصوا ادي الكوسة بتاعتي بقى مستوية وطرية وعملة زي الزبدة والرز في نفس الوقت مفلفل وما فيش رز صالع كده على وش الحلة ولا اي حاجة بصوا كل ما قطم حاجة بودي واقف جنبي هاتي هاتي انا جعين عمال يقولي انا جعين ويقوله انت مصايم ليه بيقولي لا انا مصايم انا لسه صغير بصوا بقى هنا البتنجين بصوا زبدة ازاي وفي نفس الوقت الرز مفلفل اهم حاجة ان الرز يبقى مفلفل اهم حاجة تتبعوا الخطوات بتاعت التسوية والحشو يطلع معيكو احلى محشي بصوا الفرح كمان محتفظة بيعني مش مهرية ولا اي حاجة وفي نفس الوقت مستوية جدا يارب يكون الفيديو عجبكم يكون الطريقة سهلة متنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة على الفيديو